أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبه الجزء الثاني حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوق عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه حدثنا هشام بن عمار من دمشقي حدثنا محمد بن عيسى بن سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال آل فقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيع قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الجرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذ لهم حتى تقوم الساعة حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبتل خولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسف حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن أرطا عن عمر بن شعيد عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خد لهم ولا من نصرهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعب عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساءه ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثنا الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله حدثنا نصر بن علي الجخضمي حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسخون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبث الماء حتى يرجع إلى الجد قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حدثنا محمد بن يحيى نيسى بوري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله أن يخلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهم فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهم حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب السقفي حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أحمله فخدث فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد بن أخيه يخدث فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخدث لا أكلمك أبدا حدثنا هشام بن عمر حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمره فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه قصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقضح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمرت لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأفقى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأفقى حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلت حدثنا محمد بن عباد بن آدم حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة وحدثنا هنال بن السري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلم أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أفي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمر بن مرة مثل حديث عبي رضي الله تعالى عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمر بن ميمون قال ما أخطأني بن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورق عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو النطر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال سمعت بن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار فقال أتدرون لما مشيت معكم قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لممشايا معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم أزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالا حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار حدثنا محمد بن رمحن المصري حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو خيسمة زهير بن حرب حدثنا هشين عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاب عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدثنا محمد بن كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا محمد بن عبد الله أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن ساري فيقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة موجع فاعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها من نواجد وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمر السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العلون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الملك بن الصرباح المسمعي حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر عن العرباط بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإليه حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هم اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق خلات ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزب ولا يعج الرجل صبيه ثم لا يفيله فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوسرة بن محمد حدثنا محمد بن بشر قالا حدثنا حجاج بن دينار عن أبي طالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون حدثنا داود بن سليمان العسكري حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموثلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجيل حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا بشه بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مزهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انكزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هالئ حميد بن هالئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتا حدثنا محمد بن العلاء الهمدني حدثني رشتين بن سعد وجعفر بن عم عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فط آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة حدثنا الحسن بن محمد سجادته حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن حدثنا معاد بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه أحدثنا سويد بن سعيد أحدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمر الأوزعي عن عبدة بن أبي لباب عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء ثبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضل حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيد بن أبي صالح عن عبد الله بن ذينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وحدثنا عمر بن رافع حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن ذينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم من عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش وحدثنا علي بن ميمون رقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويطومون معنا ويحجون معنا أفأدخلتهم النار فيقول إذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنتين يضاعفها ويؤتن لدنه أجرا عظيما حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فعله حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن أكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بعيدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذه ثم قال يا محمد ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشرفه قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال فمتى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقاءه وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتفوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال بل مسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تم إن الله عليم خبير حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال أبو الصلت لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لبر حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا نصر بن علي الجخضني حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر من الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راب قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله يقول الله فإن تابوا قال حلع الأوثاني وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقار في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس مثله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النطر حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا محمد بن يوسف حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي أنبأنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن أكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس له ما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعب قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قالا الإيمان يزيد وينقص حدثنا أبو عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن جمير بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول أكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أمسعين فولدي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قالا وقال ائت زيد بن ثابت فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده يعود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قيل يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذنب بالحسنى فسنيسره للعسرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد التنافسي قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثا حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه قال أبو الحسن القطان حدثناه حازم بن يحيى حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضر فقال لهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم قال فقال عبد الله بن عمر ما غبط نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبط نفسي بذلك المجلس وتخل في عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قيرة ولا هامة فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرم فيجرب الإبل كلها قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبية قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت وما الإسلام فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنين بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلا حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها قال سيأتيها ما قدر لها فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها حدثنا هشام بن عمار حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر المستقبل قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق لها حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخلا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله قال وكيع يعني نفسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله هل أنا وما لي إلا لك يا رسول الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الحسن بن عمار عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ماداما حيين حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عصية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولا لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سينات بن عباس يقول لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيداته لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمي بن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أحب إليك قالت أبو بكر قلت ثم أيهم قالت عمر قلت ثم أيهم قالت أبو عبيدة حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير عن أبي بن كعبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني حدثنا عبد الملك بن الماجشون حدثنا الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلم قال سمعت علي يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر حدثنا محمد بن الحارث المصري أنبأنا ليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيد أن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر فقال أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار حدثنا أبو سلم يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استخبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشق عن النعمان بن بشير عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا قالت أنسيته حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعليه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين أخبرني حمال بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه حدثنا محمد بن موسى الواسطي حدثنا المعل بن عبد الرحمن حدثنا بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير من أما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا موسى بن مسلم عن ابن صادق وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا علي فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطينا الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر القوم فقال زبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم قال زبير أنا ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري زبير حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قالا حدثنا وكيع حدثنا الصلط الأزدي حدثنا أبو نظرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عمر بن عثمان حدثنا زهير بن معاوية حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبة حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلا وقابها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاس يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبوي فقال ارمي سعد فداك أبي وأمه حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن حيس قال سمعت سعد بن أبي وقاس يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاس ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النفعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمر بن نفيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن غالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت بن أم عبد حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهىك حدثنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرضي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهي والعباث بيننا مؤمن بين خليلين حدثنا أحمد بن عبد حدثنا سفيان بن عجين عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه قال وضمه إلى صدره حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثنان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعولة فإذا حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأصباط حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان مثله حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلم عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حارقت حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هان بن هان عن علي بن أبي طالب قال كنت جارسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له مرحبا بالطيب المطير حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هان بن هان قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياء عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قالا حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربع وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله من هم قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر وسلمان والمقداد حدثنا أحمد بن سعيد الدارني حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة بن قدام عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصحيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعميه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاب على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطرفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد بن سلم عن ثابت عن أنس بن مال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أففت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارأبت بلال حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلالي فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله خير بلالي حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلة الكندي قال جاء صباب إلى عمر فقال أدن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثله عند ابن خدامة غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذا حدثنا هنناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فقالوا له نعم يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالق عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهدية حدثنا علي بن محمد وأبو كريل قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاع عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم قال خيارنا قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا جرير وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريل حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زعلوق قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبه عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله قال شعبه قلت لعدي أسمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس جثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأا من الأنصار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلت حدثني كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حدثنا محمد بن المسنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيد عن علي بن أبي طالب قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة ثلاث مرات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر في نصله فلم يرى شيئا فنظر في رصافه فلم يرى شيئا فنظر في قبحه فلم يرى شيئا فنظر في القذب فتمارى هل يرى شيئا أم لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامد عن أبي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخيقة قال عبد الله بن الصامد فذكرت ذلك لرافع بن عمر أخي الحكم بن عمر من غفاري فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيناهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيين عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول شر قتلا قتلوا تحت أدين السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع وحدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا ججوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى الرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة حدثنا محمد بن العلاء بن الهمدني حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلم عن يعل بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال قلت قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به قال قلت ماذا قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلم عن يعل بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلم عن يعل بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتاله عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول يا رب أعرف حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال ثم يرطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين حدثنا محمد بن عبد الملك بن أب الشوارب حدثنا أبو عاصم العباداني حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشيخ تمرة فليفعل حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسن الأشعري عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدم حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسن الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه فيقولون وما هو ألم يثق لله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجن من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن تنيم بن سلمة عن عروة بن زبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوال بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قالا حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لأراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية فقال رب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي بريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد حدثنا حرملة بن يحياء ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين بلوك الأرض حدثنا محمد بن يحياء حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثورن الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن خيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قال أبو بكر قالوا والعنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لا ندري قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السربعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عكمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مفترقو السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهي أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ثم قرأ أبو عبيدة أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين حدثنا أبو مكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القصة ويخفض قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويقصطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساطق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خاد حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه وإن شاء أزاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل أراه قال خليفة الكتيبة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقافي عن سالم بن أبي الجعب عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوزير بن صبيح حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن المندر بن جرير عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا حدثنا محمد بن يحيا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا بن سعيد القطان حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرفد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرفد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا أزهر بن مروان حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عاصب بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعد هذا أقرأ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار من الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زالان عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار حدثنا عمر بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه وارقدوا فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو نسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على نسك حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاد عن عامر بن واسلة أبي طفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعثفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال رجل من موالين قال عمر فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي حدثنا عبد الله بن غالي بن العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبزة لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقفه في الدين حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقفه في الدين حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكر إن العلماء ورثت الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحب وافر حدثنا هشام بن عمار حدثنا حص بن سليمان حدثنا كثير بن شنغير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عملك لم يسرع به نسبه حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاء أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء به قلت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخ عن المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي عاتفة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه المفقى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحدى هما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فربحان لفقه غير فقير وربحان لفقه إلى من هو أفقه منه زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصف لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منه فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فربحان لفقه غير فقير وربحان لفقه إلى من هو أفقه منه حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سعيد بن نحيا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان أم لاه علينا حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر وأفضل في نفسي من عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائد فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية للخشيري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائد حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدرعوردي حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاع عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حدثنا الحسين بن الحسن المروزي أنبأنا محمد بن أبي عدي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا حفظ بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر حدثنا عبد الله بن وهب أخفرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي أنيسى عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتابة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده قال أبو حسن وحدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتابة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عقية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل حدثني زهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موجه حدثنا إعقوب بن حميد بن كاسب المدني حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن الغصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سويد بن عمر عن حماد بن سلم عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متفئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن يحيا حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلم قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لألا يقع في نفسه شيء من الكبر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة حدثنا محمد بن الحارث بن راشيد المصري حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخضري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم قلت للحكم ما اقنوهم قال علموهم حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا المعل بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو متجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا حدثنا علي بن محمد حدثنا عمر بن محمد العنقزي أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبد قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخضري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قالا حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن حدثنا أبو كري بن الأزدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم ليتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصير من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذن البصري وحدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذن عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم يتعود منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة قالوا يا رسول الله ومن يدخله قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء قال المحاربي الجورة قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية مصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنث بن سيرين حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية مصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بدلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها لك قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا ابن نمير عن معاوية مصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أحمد بن عاصم للعباداني حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشحس بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا علي بن الحكم حدثنا عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار قال أبو الحسن أي القبطان وحدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد حدثنا عمارة بن زاذان فذكر نحوه حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتبون يكتبون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين حدثنا الحسين بن أب السري العسقلاني حدثنا خلف بن تنيم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا الهيثم بن جميل حدثني عمر بن سليم حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد التقفي أبو إسحاق الواسطي حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتم ألجم يوم القيامة بإجام من نار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ حدثنا يزيد بن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أسامة بن عمير الهدلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابة بن سوار عن شعبة نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا وكب بن جرير حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعب عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حدثنا محمد بن عقيل حدثنا الخليل بن زكريا حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن أبي سفيان طريف السعدي وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي مطرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعب عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استخيموا ولن تخصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تخصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حدثنا محمد بن يحيا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيا بن أيوب حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفصن الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله ملء الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن خجة لك أو عليك كل الناس يغدوه فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد حدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله صنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أذفار رجليه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عقاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومزح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه حدثنا محمد بن يحيا نيسى بوري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون بلق من آثار الوضوء قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد فذكر مثله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيا بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم حدثني شقيق بن سلم حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فجعى بوضوء فتوضى ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا تَغْتَرُوا حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيل حدثنا الأوزاعي حدثني يحيا حدثني محمد بن إبراهيم حدثني عيسى بن طلحة حدثني حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوت فاه بالسواك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عسام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعير حدثنا عثمان بن أبي العاتفة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن المخزام بن شريح بن هانئ عن أبي عن عائشة قال قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاق قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيا قالا حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأفار وندف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاستتان حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا في خص الشارب وحلق العانة وندف الإبط وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين ليلى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وحدثنا هارون بن إسحاف حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث حدثنا محمد بن هميد حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاب الصفار عن الحكم البصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيث أن يقول بسم الله حدثنا عمر بن رافع حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاب قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من الرجس النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل حدثنا يوسف بن أبي بردة سمعت أبي يقول دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفران قال أبو الحسن بن سلم وأخبرنا أبو حاتم حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا إسرائيل نحوه حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتاد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاق قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلم عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاق وضع خاتمه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أشعة بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواسن قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن محمد وقال أحدهم من القنافسية يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فلا فمقتسلاتهم الجس والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأهمش عن أبي وائل عن حديثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباقة قوم فبال عليها قائما حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباقة قوم فبال قائما قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباقة قوم فبال قائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المخدام بن شريح بن هانئ عن عائشة قالت من حدث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق أنا رأيته يقول قاعدا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا أبو عامر حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قائما سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزونية يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا قال الرجل أعلم بهذا منها قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد يقول كما تقول المرأة حدثنا هشام بن عبد الرحمن حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي عن نحيا بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الصلط بن دينار عن عقبة بن صفان قال سمعت عثمان بن عفا يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجائن المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيين عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستخبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسفاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع جميعا عن هشار بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزير عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزير بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارف بن جزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزير أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط الخبلة وقال شرقوا أو غربوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني عمر بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى التعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حدثني أبو سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول قال أبو الحسن بن سلم وحدثناه أبو سعد عمير بن مرداس الزونقي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائمة وأن أبول مستقبل القبلة حدثنا يشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزعي حدثني يحيى بن سعيد الأنصري وحدثنا أبو بكر بن خلات ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يشيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبر أن عمه واسع بن حبان أخبر أن عبد الله بن عمر قال يقول أناس إذا قعدت للغائك فلا تستخبر القبلة ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المخدس هذا حديث يزيد بن هارون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناق عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة أما قول أبي هريرة فقال فالصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت قال أبو الحسن بن سلم وحدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلم عن صالد الحداء عن صالد بن أبي الصلط عن عراك بن مالك عن عائشة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبيد حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحداء عن خالد بن أبي الصلط مثله حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليمني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات قال أبو الحسن بن سلم حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا زمعة فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بما فقال ما هذا يا عمر قال ما قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضى ولو فعلت لكانت سنة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميرية حدث قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا فبلغ عبد الله بن عمر ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاق فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمر إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وإنما إثمه على من قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعم الثلاث البرازة في الموارد والظل وقارعة الطريق حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عمر بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواب ذي الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عمر بن خالد حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن المغيرة بن شعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن محمد بن المثنة عن عطائن الخراساني عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعى بوضوء فتوضى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي قال أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والحارف بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن الصباح حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فلينفض ومن ذاك فليبتنع من فعل ذاك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الخلاء فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسنائه نحوه وأزاد فيه ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لا كثيبتنع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمر عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشاءتين قال وكيع يعني النخل الصغار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستفر بهما فقضى حاجته ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها وقلت لهما فرجعتا حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استفر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نصر حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد حدثني حفظ بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طحمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فك وركيه في نبال حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عكريمة بن عمار عن يحيا بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناج اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل ينقط على ذلك حدثنا محمد بن يحيا حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق حدثنا عكرمة عن يحيا بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيا وهو الصواب حدثنا محمد بن حميد حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن أكرمة بن عمار عن يحيا بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد حدثنا محمد بن يحيا حدثنا محمد بن المبارك حدثنا يحيا بن حمزة حدثنا ابن أبي فروة عن ناقع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبله قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الأعمش فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان حدثني بحر بن مرار عن جدي أبي بكر تقال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قالا حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارس بن وعلى أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جذعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضى فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فلما فرغ من وضوءه قال إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء قال أبو الحسن بن مسلم حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قالا حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يهد عليه حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصري وجابر بن عبد الله وأنت بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالما قال فهو ذاك فعليكم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسر مقعدته ثلاثة قال ابن عمر فعناه فوجدناه دواء وطهورا قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي زبير عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوفي أسقيتنا ونغطي آنيتنا حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قالا حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة حدثنا حريش بن الخريت أنبأنا بن أبي مليكة عن عائشة قال كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا مطهر بن الهيثم حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزيم قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا محمد بن يحيى حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أنبأنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصري عن حميدة بنت عبيد بن رفاع عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها إناء فجعلت أنظر إليه فقال يا ابن تأخي أتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات حدثنا عمر بن رافع وإسماعيل بن توبة قالا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابه فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها حدثنا محمد بن المثنة ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم الأحوال عن أبي حاجب عن الحكم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا قال أبو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الأول والثاني وهم قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا حدثنا المعلب أسد نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جافر بن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أمهان أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام بن دستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينبا بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا أنس بن عياب حدثنا أسامة بن زيد عن سالم أبن نعمان وهو بن سرح عن أم صبية الجهانية قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن عكريمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كانا يتوضآني جميعا للصلاة حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وفيع عن أبي وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العكسي عن أبي زيد مولى عمر بن حريف عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة قال تمرت طيبة وماء طهور فتوضى هذا حديث وكيع حدثنا العباس بن الوليد الدمشق حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيع حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء قال لا إلا نبيذا في سطيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب عليه قال فصببت عليه فتوضأ به حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلم ومن آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن بكر بن سواد عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو الخاسم بن أبي الزيناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته قال أبو الحسن بن سلم حدثنا علي بن الحسن الهستجاني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو القاسم بن أبي الزيناد حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله وابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروك عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصاببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفه ثم صلى بنا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاء فقال أسكب فسكب فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدة فمسح به رأسه مقدمه ومؤخرة وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن حباب حدثني الوليد بن عقبة حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسان قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم بن روح حدثنا أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى رثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإنى حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحاف قال دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهم الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يزيد بن عياط حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا حدثنا ابن أبي فديك حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيم بن عباس بن سفل بن سعد حدثنا عبد المهيم بن عباس حدثنا أبو حاتم حدثنا عيسى عبيس بن مرحوم العطار حدثنا عبد المهيم بن عباس فذكر نحوه حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعة بن أبي الشعثاء وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عمر بن عبيد التنافسي عن أشعة بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمون في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعال حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو جعفر النفيري حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا يحيا بن صالح وابن نفير وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن خارج بن علقمة عن عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة من كف واحد حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين العكلي عن خارج بن عبد الله عن عمر بن يحيا عن أبيه عن عبد الله بن يزيدا الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءه فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن منصور وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن سليمان وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بارغتين أو ثلاثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك بن عبد الله النفعي عن ثابت بن أبي صفية الثمالي قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم قلت ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهري حدثنا يحيى بن سعيد الخطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد أنبأنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لباب عن شقيق ابن سلم تقال رأيت عثنان وعليا يتوضآني ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن بن مسلم حدثناه أبو حاتم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عيسى بن يونس عن ثائد أبي الورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشة عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن تمعوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا أبو بكر بن خلاد البابلي حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهو وضوءي ووضوء خليل الله إبراهيم ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن عبيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجه ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوءي ووضوء المرسلين من قبلي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن عبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بأبي عائشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا سفيان عن عمر سمع كريبا يقول سمعت بن عباس يقول بدت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلل فقمت فصنعت كما صنع حدثنا محمد بن المصف الحنصي حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف حدثنا محمد بن يحيا حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار حدثنا أحمد بن عبد حدثنا حماد بن زيد حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباب الوضوء حدثنا أبو مكي بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثارات الخطايا إسباب الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن للال عن عمار بن ياسر وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرخاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزعي حدثنا عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيا قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مارك بن أنس عن عمر بن يحيا عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيا هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأكبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة حدثنا محمد بن الحارث النصري حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عقراء قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المفدان بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تنيم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس حدثنا محمد بن زياد أنبأنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمر بن حصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس حدثنا محمد بن المصف الحمصي حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن عمر المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخمصره قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا خلاد بن يحيى الحلواني حدثنا ختيبة حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأم عن ابن عباسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضأون وأعقابهم تلوه فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء قال القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا عبد المؤمن بن علي حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشان بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن ابن عجلان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار حدثنا العباس بن عثمان وعثمار بن إسماعيل الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرح بيل بن حسن وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الرضو ويل للأعقاب من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حليز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عليا عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الغبيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابو عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجل في كتاب الله إلا المسر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة البكتوبة كفارات لما بينهن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جارسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكري بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقافي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجا حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن زري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتضح حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عاصم بن علي حدثنا خيث عن ابن أبي ليلى عن أبي زبير عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجح حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليف بن سعب عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكله حدثنا أبو بك بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن كريب حدثنا ابن عباس عن صالته ميمون قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اقتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا يزيد بن الصمت حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجه حدثنا موسى بن عبد الرحمن حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمر بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم بنحوه حدثنا عن قمة بن عمر الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون حدثنا عمر بن يحيا عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف فتوضأ به حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن زينب بن جحش أنه كان لها لخضب من صفر قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي ذرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ قالت تنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلها حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن أبي زائدة عن حريف بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المصفة الحنصي حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه لكن من غائط وبول ولوم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معل بن عيسى وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعل بن منصور وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن دكوان الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القارئ عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلقن الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحنصي حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو حذية منك حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن أنس بن مالك قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول ثم متا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب عن أكرمة عن ابن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كانت تحته ثم قام إلى الصلاة فصلا حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضعوا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضى فقال جعفر بن عمر بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضى وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك حدثنا محمد بن الصباح حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس مه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنبأنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤتى إلا بسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات فمضمض وغسل يديه وصلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أدريس وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها حدثنا محمد بن بشا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعة بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن ثورة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن خاتم حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تودقوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ولا تتتعبوا من ألبان الغنم وصلوا في مراحي الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسمع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلذ عن موسى بن يعقوب حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسمة حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسمة شكرا 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 شكرا